مرحبا أصدقائي أنا أدعى سعاد في الثامنة والعشرين من عمري أسكن مع زوجي رفعات كانت حياتي تسير على ما يرام وفي إحدى الليالي كنت جالسة أتحدث مع أخي محمد مكالمة فيديو حيث أنه يدرس في خارج البلاد وأثناء محادثتي له سقط هاتفي أسفل السرير أملت قليلا كي أرفعه من على الأرض وبمجرد ما رفعته رأيت وجه محمد شاحب وينظر لي بخوف ما بك لما الرعب يملأ وجهك هكذا بمجرد ما سقط الهاتف منك رأيت شيئا أسفل السرير ليس هناك شيء كما أن أسفل السرير مظلم كيف رأيت أصلا أقسم لك أنني رأيت شيئا يتحرك تركت الهاتف وأضأت نور الغرفة ثم نظرت أسفل السرير ولم أرى شيئا وجهت شاشة الموبايل ناحية أسفل السرير انظر لا يوجد شيء اطمئن ربما تخيلت شيئا ليس أكثر سأغلق النوافذ والأبواب جيدا حسنا انتبهي على نفسك لا تقلق يا عزيزي تحدثنا قليلا وذهب ليخلد للنوم فلديه جامعته في الصباح هاتفت رفعت لأطمئن عليه حيث أنه سيبيت اليوم في العمال ثم خلطت للنوم استيقظت في منتصف الليل على صوت طرق يأتي من الغرفة المجاورة بدأ جسدي يرتجف خوفا فلا يوجد أحد في المنزل سواه بدأت بتلاوة ما حفزت من القرآن وبعد دقائق توقف الصوت أغمضت عيني وأنا مستمرة في قراءة القرآن حتى سمعت صوت الطرق يأتي من أسفل السرير قفزت من فوقه سريعا وأنا أتنفس بصعوبة أضأت الضوء وأخزت الوسادة ونمت على الأريكة مرت هذه الليلة بسلام دون أن يحدث شيء وفسرت ما حدث أنه مجرد قلق عقلي الباطن مما قاله أخي محمد ليس إلا في الصباح استيقظت على صوت المنبأ بدأت بترتيب المنزل وإعداد الطعام فرفعت على وشك القدوم من العمال وبالفعل مجرد منتهيت وجدته يطرق باب المنزل فتحت الباب وعانقته مرحبة به ذهب ليبدل ملابسه وبدأت أضع الطعام على الطاولة وتناولناه معا كيف حالك وحال العمال؟ بخير يا عزيزتي كيف كان يومك ليلة أمس؟ أجبت بتوتر بخير لم يحدث شيء جديد قال بعدم تصديق حقا؟ أجل لا تقلق فقط لم أنم جيدا ليلة أمس لماذا ذلك؟ أحدث شيء أثناء غيابي؟ لا فقط لست معتادة على النوم وأنت لست بالمنزل يجب أن تعتادي على ذلك فأنا مضغوط في العمال أومأت له وبدأت أخاف قليلا مما قد سيحدث انتهينا من تناول الطعام ومر اليوم سريعا دخلت الغرفة وجدته يبدل ملابسه إلى أين أنت ذاهب؟ لقد عدت لتويك من الخارج أعتذر يا حبيبتي ولكن أتتني رسالة من المدير يخبرني أنني يجب أن أسافر الآن هناك اجتماع هام ولكن أعتذر سأتي سريعا قبل جبيني وذهب مسرعا جلست أمام التلفاز أقلب بين القنوات بملال حتى أوقفت على فيلم رعب وبدأت أشاهده لكني كنت أشعر بهوا رغم أنني متأكدة من إغلاق النوافذ جيدة نظرت خلفي فلم أجد شيئا أعدت النظر للتلفاز وأكملت مشاهدة الفيل لكن فجأة ظهر الدماء على شاشة التلفاز بدأ جسدي يرتجف قيرت القناة ولكن الدماء ما زالت على الشاشة شعرت بالخوف دخلت غرفتي وجلست على السرير بدأت بالاتصال برفعة لكنه لا يجيب أرسلت لمحمد رسالة بمجرد ما رآها هاتفني قائلا ماذا حدث يا سعاد أنت بخير لا أشعر بالخوف هناك أشياء غريبة تحدث سعاد أنا لا أسمعك محمد هل أنت معي سمت قليلا ثم قال إذا كنت تسمعينني فأنا لا أسمعك أنت بخير وهنا سمعت صوت طرق أسفل السرير بشدة بدأت أصرخ وركضت خارج المنزل طرقت على منزل جاري الذي فتح لي بقلاق أعتذر على قدومي في هذا الوقت هل يمكنني استخدام هاتفك؟ قال أجل تفضلي طلبت رقم محمد وبعد دقائق أجاب كان يبدو أنه استيقظ لي التو من معي؟ أنا سعاد يا محمد سعاد لما أنت مستيقظة في هذا الوقت؟ أنت بخير؟ ورقم من الذي تتحدثين منه؟ ماذا تقصد؟ لقد كنت أهاتفك منذ دقائق لم يحدث ذلك لم أكلمك منذ أمس أتمزح؟ أخبرني أنك تمزح لقد هاتفتك منذ دقائق لست أمزح أنت بخير؟ ماذا حدث لك؟ لم أجب علي وأغلقت الهاتف وأنا سأجن عدت للمنزل وهنا كانت الصدمة كان المنزل مليئا بالدماء على الجدران والأرضية خرجت مسرعة وقلت لي جاري أن يأتي معي هناك دماء تملأ المنزل ولكن عندما عدت وهو معي لم أجد أي أثر للدماء بل لم أجد أي شيء غير طبيعي نظر لي الرجل بقلق وذهب لمنزله وأغلق باب المنزل بقوة جلست على الكرسي وأنا أقرأ القرآن وأشعر بالخوف الشديد لن أستطيع الجلوس أكثر من ذلك في هذا المنزل سأجلس بفندق حتى يأتي رفعة ويرى ما يحدث بنفسه لأنه مستحيل أن يصدق حتى يرى بعينيه ذهبت للغرفة وأخذت الحقيبة وبدأت بتجميع ملابسي انتهيت من تجميع ملابسي وعندما أوشكت على الخروج من الغرفة أفل بابها بقوة تركت الحقيبة وحاولت فتحه لكنه لا يفتح ظللت أركله بقدمي وأصرخ بقوة حتى سمعت صوت صراخ قوي في الغرفة أغلقت أذناي بيداي وأنا لا أحتمل الصراخ مرت دقائق قليلة وتوقف الصوت أبعدت يداي عن أذني وأنا أرى يدي مليئة بالدماء وأذني تنزف دمه بدأت أبكي بقوة على ما يحدث لي سمعت صوت ترقب بالمنزل وكان رفعا عانقته وبدأت أبكي قائلة لا تتركني أرجوك هناك أشياء غريبة تحدث في المنزل أنا خائفة لا تخافي لا يوجد شيء قاطعته بل يوجده كنت أعلم أنك لن تصدقني هناك أصوات ودماء وأشياء مخيفة ضحك قائلا يبدو أنك ما زلت تشاهدين أفلام رعب ليلا بمفردك نظرت له بغضب وأنا أعلم أنه مهما قلت لن يصدقني لن أجلس في هذا المنزل بعد الآن صدقيني لا يوجد شيء لكن أعدك إن حدث شيء مريب وأنا معك سننتقل من هذا المنزل أومأت له وشعرت بالراحة قليلا مر يوما ولم يحدث شيء مريب لكنني لاحظت شيء آخر وهو أنه كلما كان رفعت في المنزل لا أستمع لأي صوت مريب وبمجرد أن يخرج ليشتري شيئا ما أسمع هذه الأصوات أنا لست مطمئنة وكلما أخبره بأنه علينا أن نشتري منزلا آخر نسكن به يصيح بغضب ويرفض بشدة ويتهمني بالجنوب وهذا ما يثير خوفي أكثر حاولت التأقلم على هذا حتى انتهت أجازته وبدأ الخوف يتملكني مرة أخرى ودعته وأنا أبكي بشدة عانقني قائلا سعاد من فضلك لا تبكي لن يحدث شيء وإن حدث شيء يتصلي علي أعيدك عندما جئي سنرحل من هذا المنزل اطمئني وبمجرد ما أغلقت باب المنزل خلفه رأيت ظل رجل على الحائط واستمعت لصوت مرعب يقول لقد اشتقت لك يا عزيزتي تعالي وبعدما توقف الصوت لم أرى سوى السواد يحيط بي أفقت وأنا أشعر بألم بجميع أنحاء جسدي استقمت من الأرض وصدمت عندما رأيت كلمات كتبت على الجدار بالدماء لم أستطع قراءتها فقد كانت عبارة عن حروف وأرقام غريبة أخذت هاتفي وقمت بتصوير الحائط سريعا وبمجرد ما قمت بتصويره اختفى كل شيء أرسلت الصورة لرفعت واتصلت به أجاب سريعا قلت له لقد أرسلت لك الصورة ضحك قائلا ها أجال رأيتها لتوي لم أكن أعلم أن الملل قد يجعلك تصورين الجدار وترسله لي هناك كلمات كتبت بالدماء على الجدار أرأيتها صمت قليلا ثم قال حبيبتي هل أنت بخير؟ لقد أصبحت لا أفهم ما يحدث لك ليس هناك شيء إنها صورة لجدار المنزل فارغة ولا يوجد أي دماء حسنا لا بأس وداعا انتظري أغلقت الهاتف قبل أن يكمل حديثا وهو لا يصدقني أنا لست مجنونة هناك شيء يحدث وسأكتشفه بنفسي أخذت ملابسي وخرجت من المنزل ذاهبة لأحد الفنادق وكلمت أخي ومن حسن حظي أن اليوم كان عطلته من الجامعة تحدثنا وأخبرته بكل ما يحدث معي وهو مصدوم أرسلت له الصورة وما صدمني أكثر أنه أخبرني بعدم وجود أي دماء أو رموز غريبة وهذا ما زاد خوفي فقد ظننت بالبداية أن رفعة يكذب علي كي لا أخاف هل تتذكري شكل هذه الرموز؟ حاولي أن ترسميها في ورقة وأرسلها لسريعان تركت الهاتف وأخذت ورقة وقلم وبدأت أعصر عقلي كي أتذكرها وبعدما رسمت كل ما أتذكره صورت الورقة وأرسلتها له قائلا هذا كل ما أتذكره جيد أنا سأبحث كي أعلم ما معنى هذه الرموز وأخبرك بأسرع وقت لكن ابقي في الفندق ولا تتحركي وإن شعرتي بأي شيء مريب التصلي بي أغلقت معه وبدأت ألعب في هاتفي وأنا أحاول عدم التفكير فيما حدث والانشغال بأي شيء آخر مرت أربع أيام ولم يتصل بي محمد منذ أن أرسلت له تلك الرموز وفي يوم اثيقظت على صوت هاتفي وكان محمد فتحت عليه وقبل أن أتحدث قال بتوتر اسمعيني جيدا يا صعاد ولا تفزعي مما سأقوله صمت قليلا وقلت بخفوت حسنا منذ أن أرسلت لي هذه الرموز وأنا مستمر في البحث عن أي شيء بخصوص معناها حتى رأاني صديق لي في الجامعة أنظر لهذه الرموز أخذ مني الورقة وتعجب وعندما سألته هل يفهم معناها قال أجل إنها كلمة لاتينية وحين سألته عن معناها قال كلمة واحدة وهي أنقذيني كيف؟ أتقصد أن معنى هذه الرموز أنقذيني؟ أجل لكني لم أفهم تنقذي من ومن ماذا؟ قلت له وبدأ جسدي ارتعش وأنا أيضا لا أفهم شيء لا تخافي من شيء أخبريني منذ أن نقلت إلى الفندق أسمعتي شيئا أو هناك شيئا مريب؟ لا إطلاقا لم أسمع ولا أرى شيئا إذن هناك شيء في المنزل عندما يأتي رفاة أخبريه بأن عليكم مغادرة هذا المنزل في الحال تحدثنا أنا وأخي قليلا ثم أغلقت معه مر أسبوع وبدأت أمارس حياتي الطبيعية وأنسى كل ما حدأت حتى وجدت رفاة يكلمني وعندما أجبت قال بقلاق سعاد أين أنت؟ لقد عدت من العمل لم أجدك وملابسك ليست في الخزانة أجل أنا أمكث في فندق تعال إلي هناك أريد الحديث معك بأمر هام قال بصياح لن أتي لأي مكان أنت من ستأتين لمنزلك خلال دقائق أجدك أمامي أغلق الهاتف قبل أن أتحدث شعرت بالغضب الشديد وألقيت بالهاتف وظللت جالسة لن أذهب لأي مكان مرت ساعتين ووجدت رفاة يتصير أجبت عليه وسمعت صوته يقول أرجوك تعالي إلى المنزل وأعدك في الصباح سنبحث عن منزل جديد حسنا ولكن إن لم تفعل لن أعود لهناك حسنا هيا أنتظرك أغلقت معه وأخذت ملابسي وأنا أشعر بالتعجب من تصرفات رفاة لماذا صرخ عندما رفضت العودة ولماذا لا يريد أن يأتي لي هنا حقا أصبحت لا أفهم استقليت سيارة أجر وعدت للمنزل وجدته ينتظرني عندما رآني عانقني قائلا اشتقت لك كثيرا لم أجب عليه وتابع أنا آسف لا تحزني غدا سنذهب أنا وأنت لنشتري منزل آخر ونبيع هذا المنزل ابتسمت له وأنا أشعر بالراحة قليلا مر اليوم بسلام دون حدوث شيء لم أخبر رفاة عن تلك الرموز لأني آلم أنه لن يصدقني غدا سننتقل إلى منزل آخر وينتهي كل هذا الهراء استيقظت في الصباح الباكر أعددت الفطار وأيقظت رفاة وبعدما تناولنا الإفطار دخلت للغرفة لأبدل ملابسي لكنه قال لا ترهقي نفسك سأذهب أنا للبحث عن المنزل سريعا ابقي هنا ولكني أريد أن لا تجادليني ابقي هنا وأنا سأكلمك كل دقائق لكي أطمئن عليك أومأت له ذهب وبدأت أفكر في تصرفات رفاة التي أصبحت غريبة مؤخرا مرت ساعات وبالفعل كان يكلمني من حين لآخر حتى أتى للمنزل وأخبرني أنه وجد منزلا مناسب وعرض منزلنا للبيع وسننتقل للمنزل الجديد غدا في اليوم التالي انتقلنا للمنزل الجديد كان لا بأس به مر أسبوع وتم بيع منزلنا القديم وذهب رفعة للعمال وأصبحت بمفردي في المنزل لكن هذه المرة مطمئنة ولكن حدث ما لم أكن أتوقعه بدأت أرى ذلك الظل الأسود على الجدار وفجأة سمعت صوتا يقول مهما حاولت لن يستطيع الاستغناء عني فهو بدوني لا شيء صرخت بصوت مرتجف من أنت وماذا تريد مني أجبني أجاب علي هذا الصوت قائلا هو يعلم يسأليه قلت بصراخ أسأل من لم يجب علي وشعرت لي وهلا أنني جننت مر باقي اليوم دون حدوث أي شيء مري ولكن بعد منتصف الليل سمعت صوت التلفاز كيف هذا وأنا لم أشغله خرجت من الغرفة وأغلقته بخوف وأثناء عودتي للغرفة مرة أخرى سمعت صوته مجددا كيف هذا؟ بدأ جسدي يرتجف خوفا وقررت أن أفصل الكهرباء عن التلفاز ولكن كانت صدمتي أن التلفاز غير موصل بالكهرباء من الأساس أسرعت للغرفة وأنا أتلو آيات القرآن في محاولات مني لتهدئة نفسي لكني سمعت صوت همس أسفل السرير وكأن أحدا يتحدى خرجت من الغرفة مسرعة وأنا لا أعلم أين أذهب لكني أريد معرفة مصدري كل هذا دخلت الغرفة مجددا وكلما اقتربت من السرير يقل هذا الصوت حتى نظرت أسفل السرير وهنا كانت الصدمة لقد كان هناك جثة رفعات صرخت مبتعدة وأنا أحاول عدم النظر لجثته فقد كان شكله مرعبة أخذت هاتفي وأنا أحاول تهدئة نفسي وقمت بالاتصال به وأنا لا أستوعب ما يحدث والصدمة أنه أجاب علي كيف حالك يا سعاد؟ لم أستطع التحدث أغلقت الهاتف وأنا أنظر لجثة رفعات أمامي وللهاتف الذي سمات منه صوت رفعات منذ ثواني كيف يحدث هذا؟ وفجأة لمحت شيئا داخل فمه تقزست في البداية لكن مددت يدي في محاولة استخراج هذا الشيء وبعد أكثر من محاولة استخرجته لقد كان مفتاحا صغير لكن مفتاح ماذا يا تورا؟ وما الذي أتى به إلى هنا؟ أنا لا أفهم شيئا أفقت من شرودي على صوت ترق باب المنزل استقمت بفزع وخرجت من الغرفة بعد أن ألقيت نظرة على جثة رفعات فتحت باب المنزل ووجدته أمامي أمسكت بيديه؟ أأنت حي؟ ماذا حل بك يا سعاد؟ لم أتحدث وذهبت للغرفة وأنا في حالة الصدمة تبعني رفعات لكني لم أجد الجثة نظرت أسفل السرير وبدأت أبحث ولكن لا أثار لها كيف؟ لقد كانت هنا منذ دقائق أنا لست أتوحم يا رفعات أقسم لك اهدئي وأخبريني ما حدث لك كي أفهم بدأت أخبره بكل شيء وأنا أرى ملامح القلق على وجهه سعاد هل تشعرين أنك أصبحت غريبة؟ وأنا لم أعد أحتمل جنونك هذا هناك طبيب جيد سأحجز لك وتذهبين له لكي يعطيك مهدئات أو شيئا ما لن أحتمل العيش معك وأنت هكذا ودعا خرج من المنزل وأغلق الباب بقوة بدأت أبكي ولوهلة شعرت أن لديه حق وأن كل ما أراه وأسمعه مجرد خيال فلا أحد يسمع ولا يرى سواء مر يوما وحاولت التحدث مع رفعات لكنه لا يجيب كما أنني لم أعد أسمع أو أرى أي شيء وفجأة تذكرت المفتاح أشعر أنه بداية حل اللغز بدأت أفكر حتى تذكرت الصندوق أجال إنه صندوق كبير كلما أقترب منه لكي أنظفه يصرخ رفعات ويحذرني بأن لا أقترب منه وتشاجرنا كثيرا بسبب فضولي لمعرفة ما بداخله أيعقل أن يكون هذا مفتاح الصندوق وهل له علاقة بما يحدث ذهبت ناحية الصندوق ووضعت المفتاح به وكانت المفاجأة أنه فتاح وكان به الكثير من الأوراق والرموز الغريبة شعرت بأن هناك لغزا قويا يجب معرفته وفجأة وجدت ورقة بها عنوان وأسفلها اسم يعقوب يبدو أنه يعلم شيئا قررت أن أذهب ليعقوب في الصباح الباكر خلت للنوم وفي الصباح بدلت ملابسي وذهبت لمنزل يعقوب وقبل أن أطرق باب المنزل وجدته يفتح وسمعت صوت رجل يقول انتظرتك كثيرا يا سعاد تفضلي بالدخول دخلت وأنا أشعر بالرعب وبمجرد ما دخلت أغلق باب المنزل لقد رأيتك كثيرا في حلمي وانتظرت مجيئك أنا فقط أريد أعلم لما أتيتي أعطني الأوراق أعطيته الأوراق ثم رأيته يهمس ببعض الكلمات وانطفأت إضاءة المنزل وشعرت بأنفاس أحد بجواري ثم شعرت بيد توضع على شعري وصوت همس قريب من أذني يقول إنها البداية صرخت بخوف لا تخافي إنه دائما بجوارك وأسفل سريرك من هذا أنا لا أفهم شيئا أعلم وهذا دوري أن أفهمك كل شيء ولكن في البداية هل تعلمي أحد يدعم حمود صلاح صمت قليلا في محاولة أن أتذكر ثم قلت أجل أجل تذكرت لقد كان صديقي في الجامعة وتقدم لخطبتي لكني رفض لعدم وجود مشاعر له في قلبي ومن يومها لم أرأه ضحك يعقوب قائلا تخبرك بأنها لم تره وهي تسكن معه في المنزل أليس هذا مضحكا يا رجل؟ ماذا تقول ومع من تتحدث؟ أتحدث مع رفعة زوجي يبدو أنك مجنون سوف أرحل انتظري سوف أخبرك كل شيء منذ البداية منذ أسبوع وكلما أغمطت عيني أراك في حلمي أنا كنت جزءا مما يحدث لك الآن منذ عام أتى لي رجل يدعم حمود صلاح طلب مني كتب السحر تعجبت وكنت أتابعه حتى علمت أنه كان يمارس السحر منذ فترة وتوقف وقرر أن يعود له لكي ينتقم منك لماذا؟ ماذا فعلت له؟ وما دخله فيما يحدث لي؟ جثة رفعة التي ترينها أسفل السرير حقيقية وليس التخاريف ومن يعيش معك محمود صلاح أتمسح معي؟ كيف؟ أنت مجنون؟ لا صدقيني الموضوع في غاية الخطورة لقد قام محمود بعمل لعنة على رفعة زوجك يجعله في غيبوبة أبدية بمقابل أخذ وجهه ولكن بشرط أن يجعل جسد رفعة بالقرب منه وكلما ابتعد عن جسده تعود ملامحه الأصلية في الظهور وهذا يفسر لماذا كان يرفض محمود أن أخرج معه ويفسر وجود جسد رفعة أسفل السرير بالضبط وكيف يمكن فك هذه اللعنة؟ يجب أن تأثري على جسد رفعة لكي نلقي عليه التداسم ويستفيق ويستعد وجهه يجب أن تأتي معي إلى المنزل لكي ينتهي كل هذا سريعا أرجوك حسنا هيا بنا وضع بعض الأشياء بداخل حقيبته وذهبنا إلى منزلي نظرت أسفل السرير ووجدت جثته أخرجتها بيدايا المرتجفة وساعدني يعقوب في إخراجه ثم رسم دائرة ووضعنا جسده بداخل الدائرة وبدأ يعقوب في قراءة تلك الطلاسة ولكن لا فائدة كل شيء كما هو وفجأة فتح باب المنزل ودخل محمود كنت عالم أنك تبحثين لكنك لن تنجحي بل سأنجح وستدخل السجن لم يتوقف يعقوب لحظة عن قراءة تلك الطلاسة وبدأ وجه محمود يعود لأصله حتى سمعت صوت سعال رفعة ضحك محمود قائلا إذا كنت تظنين أن هذه نهاية القصة فأنت بلهع اقترب محمود مني قائلا لطالما أحببتك وما زلت أحبك تمنيتك في كل لحظة وتمنيت أن تحبينني كنت سألجأ لأكثر من طريقة تجعلك تغرمين بي ولكن في كل مرة أفشل لماذا هو وليس أنا؟ لماذا؟ أنا أكرهك بشدة لن تري لحظة سعيدة منذ هذه اللحظة وفجأة أخرج سكينا وغرزها بجسدي شعرت بألم حاد ثم دوار وآخر شيء أتذكره هو سقوطي أرضا أفقت وجدت نفسي في المستشفى نظرت بجواري وجدت رفعات ماذا حدث؟ سعاد حمد لله على سلامتك هذا ليس مهما الآن المهم أنك بخير سأستدعي الطبيب ذهب وبعد دقائق أتى الطبيب قائلا حمد لله على سلامتك لقد فقدت الأمل في استيقاظك لكنه لم يفقده قد نذمة وأنا نائمة ثلاثة أشهر لقد كنت في غيبوبة بسبب إصابتك لقد كانت شديدة الخطورة ولكن الحمد لله أنك بخير سعادت مما قاله الطبيب وعندما خرج سألت رفعات ماذا حدث بعدما طعنني محمود؟ تم القبض عليه وحكم عليه بالمؤبد بسبب محاولة القتل العمد وظللت جالسا معك هنا أدعو الله أن تعودي إلي سالمة اشتقت لك كثيرا يا سعاد أنا أيضا يا رفعات أين يعقوب؟ فجأة ظهر يعقوب قائلا أنا هنا قلت بفزع أن تتوقف عن أفعالك هذا؟ ضحكنا جميعا وأنا أنظر لي رفعات بسعادة وأحمد الله أن كل شيء عادك مكا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر